طب اني احسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا جماعة عاملين ايه معاكم محمد شام ودي قناتي قناة ام هاتشات ولأقول مرة تشوف القناة دي دي قناة بنتكلم فيها عن طب العين بشكل مبسط وحاجات كتير بعيد عن الطب خاصة كتير تسمع يقولك انا نظري 6 على 6 6 18 6 24 ناس كتير يمكن تسمع الكلمة دي وهم مش عارفين هما الناس كلها عارفة ان 6 على 6 ده يعني نظر طبيعي ومية مية لكن هو الموضوع مش مفهوم بالنسبة لناس كتير فحبيت اوضح الموضوع ده على اساس الناس تبقى فاهمة ان فيه ناس كتير هما مش فاهمين يعني ايه 6 6 ودي حاجة تخلينا نفهم بعد كده والرؤية مين احسن من مين نفهمها بطريقة بسيطة وهو ان شاء الله حاجة بسيطة معلومة سريعة ولكن تبقى مفيدة لناس كتير كارت العادة ان يتم فحص النظر على بعد 6 متر يعني في الغالب اللوحة اللي هي بتبقى محتوطة قدام العين دي بتكون على بعد 6 متر لو فيه مرأة يبقى 3 متر مع 3 متر البروجيكتور بيبقى ليه مرأة زابطة معينة على المساحة المعينة علشان ندي نفس الموضوع السؤال برضو هيقول طب ليه 6 متر هي ليه علاقة بالزاوية اللي بنشوف يعني هو دايما احنا بنحدد الفرق بين فتحة معينة او حرف معين فرق ده مع مسافة معينة بيبقى ليه هزاوية معينة مش عايز اخش بتفاصيل ولكن هي ليه حسبة وهو في الطبيعي الكشف بيكون عند 6 متر او تتقاس دايما على 6 متر فدايما نسمع كلمة يقول لك 6 6 6 18 6 24 وبيعني ايه 6 18 6 24 6 هي الفكرة كلها ان النظر ال 6 6 اللي هو الناس كلها عارف انه طبيعي ال 6 اللي فوق دي معناها ان ده النظر بتاع الشخص اللي بيتم فحصه الرقم اللي تحت دايما بيكون هو الرقم بتاع الشخص الطبيعي او الستاندرد او زي ما نقول ايه الشخص الطبيعي مفروض يشوف ايه لما احنا بنقول 6 6 يعني الشخص اللي بيتم فحصه شايف الحاجة على بعد الستة متر اللي على ستة دي معناها ان الشخص الطبيعي مفروض يشوفه على 6 متر فعشان كده هو ده النظر الطبيعي لما بنقول نظر 6 على 6 يعني النظر 6 او الشخص اللي بيتم فحصه شايف الحاجة على بعد الستة متر زي الشخص الطبيعي شايف الحاجة على بعد الستة متر فعشان كده لما بنقول 6 على 6 الناس عارف ان ده النظر الطبيعي يعني شخص ده نظره بيشوف الحاجة على بعد الستة متر زي ما الشخص الطبيعي او المفروض الشخص الطبيعي يشوف الحاجة على بعد 6 متر طيب لو هنقول بقى 6-9 6-18 بنفس المبدأ هنفهم ان الشخص اللي بيتم فحصه شايف الحاجة على بعد 6 متر زي ما البني ادم الطبيعي او الشخص الطبيعي مفروض يشوف الحاجة على بعد 9 متر او 18 او 24 على حسب الرقم اللي تحت طب اني احسن طبعا كل من الرقم اللي تحت يقل كل من رؤية تكون احسن ليه لان انا مفروض الشخص الطبيعي يشوف الحاجة على بعد 9 متر او على بعد 18 متر الشخص اللي بيتم فحصه شايفها على بعد 6 متر يبقى معنى كده ان هو قرب يعني احنا لما نيجي نتخيل الموضوع ان في شخص طبيعي بينه وبين الحاجة اللي بيشوفها 18 متر وشايفها كويس الشخص اللي بيتم فحصه وشايف نفس الحاجة دي بس اضطر يشوفها على بعد 6 متر وبالتالي ان هو قرب يبقى معنى كده ان نظره اضعف او اوحش بالتالي لما دايما الرقم اللي تحت يكون كبير أو يكبر معناها الرؤية بتسوق وكل ما يصغر معناها الرؤية بتتحسن يعني فيه هل ستة خمسة ولا ستة اه بعض الناس عندهم حاجات اسمها سوبرفيجين أو رؤية بقى حدة إبصار أعلى ولكن يعني هو سبحان الله ممكن يكون ربنا حباهم بحدة إبصار أعلى من المعتد طبعا الخط الأخير هو الستة ستة هذا كده ممكن نلاقي ستة خمسة وفيه حتى في البروجيكتور بقى ستاعد بنلاقي أرقام واحد واحد إحنا لو جينا قسمنا الستة على ستة يساوي واحد حاجة رياضية فهي طريقة تانية حاجات رياضية يعني مثلا الستة على ستين هيبقى 0.1 أو 0.1 أو فاصلة واحد يعني أو واحد من عشرة هي زي النسبة فكل ما النسبة تكون يقلم الواحد يعني معناها النظر مش طبيعي يعني مثلا point 9 يعني نظروا حاجة كده بين الستة تسعة وبين الستة ستة أو حش سنة من الستة ستة اللي هي واحد لكن one point one لا ده نظروا أعلى من الستة ستة خلاص الستة اللي فوق اتقسمت على رقم أقل من اللي تحت فهو دي الملخص عشان الناس تعرف هي ممكن تكون علومة عند البعض ولا يعلمها البعض ولكن هو ده ملخص يعني إيه ستة 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 تمنتاشر ستة اربعة وعشرين الستة اللي فوق دي معناها الشخص اللي بتفعص رؤيته بنقارنها بتحت اللي هو الشخص الطبيعي مفروض يشوف كم احنا بنقول ستة على ستة ده النظر الطبيعي أو المفروض يعني الشخص اللي بنفحصه بيشوف الحاجة على بعد ستة متر زي ما الشخص الطبيعي أو المفروض يشوف الحاجة على بعد ستة متر كل من الرقم اللي تحت يزيد يعني ستة على تسعة معناه كده إن الشخص اللي بتفحص ابتدى يشوف الحاجة أو حش من على ستة ستة لأن كده إن الشخص الطبيعي بيشوف الحاجة على بعد ستة متر أنا بعيد تاني الشخص اللي احنا بنفحصه بيشوف على بعد ستة متر فبالتالي الشخص اللي بنفحصه نظره أقل شوية من الطبيعي هو هكذا في الفحص فبالتالي كل من الرقم اللي تحت يزيد يعني الستة ستين أو حش من الستة اربعة وعشرين والستة 24 اوحش من الستة 18 والستة 18 اوحش من الستة 9 والستة 9 اوحش من الستة 6 وطبعا الستة 5 بقى وفي حاجات اسمها سوبرفيشن دي حاجات عشان كان فيه برضو المتابع كريم كان سألني يعني ستة 5 ولا ستة 6 اني اوحش فقلت له هو الاتنين طبعا حلوين ولكن لو هنقول من نسبيا لان طبعا الستة 6 ده النظر الطبيعي الستة 5 ده زي سوبرفيشن او حدة ابصار اشد من الطبيعي فطبعا النسبة هيكون الستة 6 اوحش من الستة 5 ولكن طبعا هما الاتنين حلوين حلقة خفيفة توضحية جرد علشان يبقى المعلومة عندنا عصاس بعد كده لما نسمع كلمة 6 على حاجة مفهومة بالنسبة لنا يعني ايه زي ما قلت حلقة خفيفة لطيفة اتمنى تكون مفيدة بالنسبة لناس كتير لو اول مرة تشوف القناة ياريت تبص على بيت الفيديو ده تشوف حاجات كتيرة بعيدة عن الطب ولو ما عملتوش اشتراك في القناة اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد وربنا يدينا العمر والصحة ونشوف بعد على خير الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته